الحضور الكريم تأتي هذه زيارة تتويجاً للعديد من الجود التي بزلت على مدار العام الماضي لتعزيز العلاقات السنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح الشعبين وتأسيساً على القواسم العديدة والمصالح المترابطة التي طالما جمعت بينهما في مصار ومصير واحد على مدار التاريخ وقد تكللت هذه الجهود بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي والتي شهدت التوقيع على إسنة عشر اتفاقية وسهمت في تقيين مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين ودعم أليات اللجان المتخصصة التي تشرف على أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات السيدات والسادة لقد تناولنا خلال المباحثات العديد من الموضوعات وفي مقدمتها تعديز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهرباء والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين فضلاً عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات كما تطرقت مباحثاتنا لتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد وتنولنا أيضاً التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان والذي تم توقعه برعاية مقدرة من السودان الشقيق وكذلك للجهود السودانية لحل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى ولسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر نسعد اليوم نحن في زيارة إلى جمهورية مصر العربية ويأتي ذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين في مستويات مختلفة القيادية وكبار المسؤولين أنا أحب أن أؤكد مرة أخرى عن رضان التام عن مستوى العلاقات الموجودة الآن بين السودان ومصر في شتى مجالاتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية وهناك تطابق والحمد لله في كثير من شعات النظر حول العلاقات السنائية والقضايا الإقليمية والدولية ما يربط بين السودان ومصر معروف لدى الجميع تربط بلدات الجغرافية والتاريخ المشترك والحاضر والمستقبل والبصير أيضا مشترك تواصلنا مع بعضنا البعض هو حاجة لتفع هذه العلاقات في مجالاتها المختلفة وفي كثير من المواقع التي تم تعطيرها من خلال الاتفاقيات التي وقعت واللجنة العليا التي تتابع وتراعي تنفيذ هذه الاتفاقيات منذ وصول الأخ الرئيس السيسي إلى السلطة ظلت علاقتنا مستقرة بل تتطور يوما بعد يوم في مجالات مختلفة قناعة مننا أن التواصل والترابط والتعاون بيننا هي مصلحة كبيرة مشتركة لنا إن شاء الله وللإقليم كل القضايا المطروحة بين البلدين هناك اتفاق حولها تام كما تحدث نخر الرئيس عن مشروعات الربط بين البلدين الحمد لله نحن نطبط الآن بطرق برية الآن سيتم الربط الكهربائي قريبا إن شاء الله وكما قال الأخ الرئيس هناك الدراسات لربط سكك حديد مصر بالسودان ومن ثم إلى دول الجوار الأخرى شرقا إلى أثيوبيا وأريتريا جنوبا إلى جنوب السودان وغربا إن شاء الله إلى الشاد وغرب أفريقيا إلى داكار